هلا 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 مرحبا يا هلا والله بالزين حاط دوا في شعر مو دوا والله هو شاب ولا دوا والله مدري بس انت حطه كذا نص ساعة شارين من اوكرانيا اول وخلاص يسوي لك عرفت الفلترة للشعر يعني عرفت اللي يشيل كله لوصاخ حرفيا اللي فيه يجذورك يا شيخ لكن مو هذا موضوعنا موضوعنا اليوم وصلتني طلبية ابي استخدمها في شعري اليوم تبي تكثف الشعر وتقلل التساقط وتسوي الشعر كثير مرة سوف اعدングكم مشادي اوب من حظونا لكن اoperين لأجيكم ابل من 30 دقايق 1ا حاط هذه الشمبوب بقي خلاص يكفي اòngفز انبوكسونج سريع للي اصلنا اوي اوه الوصيح ان افكر من انا قايف ارد ان اقلل وتشق بقي انا ابل من حظونا انسظر من اوه الوصيح ان سوف انت بالزروب بقي خلاص يكفي اشترم ان عن الب twitch اوه الوصيح اوه الوصيح ان اذهس اذكر من انا والله يا أحلى لحظة هل 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 مرحبا مرحبا وصلني وأخيرا من المندهير زيت للشعر أو للحية طبعا الزيت هذا تحطه في المناطق اللي تبغى فيها اللحية سواء كانت الشنب وتمشي عليها بطريقة هذه المسألة بسيطة مرة لكن كلنا ترى نعاني أو أغلبنا نعاني من المشكلة هذه يعني أنا عندي مشكلة في الدقن ما يطلع الدقن عندي أو يطلع بشكل خفيف ومقطع أو إلى آخر فأنا سوي كده بالضبط زيت طبعا حطيته بس بحط بزيادة علشان تعرفون ايش هلالية شو حين عبيت تقريبا نصف بالطريقة هذه تحط مثلا في الشنب تحط هنا زي كده تحط في الشعر بشكل متقطع عشان توزع بعدين مثل كده تقريبا بعد خلاص يا حبيب ماشي كده هذا مصمم علشان يوصل للجذور تخيلوا شي مرة حلو شعور أصلا حلو الله تحسه مشطة بس مو مشطة كده هذه الأداة الصغيرة مرة مفروض تكون عند أي واحد حرفيا ليش لنها أول شي تساعد على امتصاص الزيت ثاني شي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتصلح للعيال والبنات والبشرات أنواع البشرات أنواع بشتة أنواعها تصلح للشعر للجلد إذا كانت عندك لحية وتتساقط إذا كانت عندك لحية وفيها فراغات إذا ما كانت عندك لحية مثلي تسوي زي كده فمرة شي حلو طبعا تطلع لي لحية أنا لو تلاحظون تطلع لي بس أنا أحلقها لأنها ما هي كاملة فهمتوا لو كملت أكيد بحطها بس مو كاملة هذه الطريقة بالضبط للعناية باللحية العرض صراحة حلو نقول للجد العرض اليوم